مشاركة الأهلي في كأس العام الأندية بشكل عام شايفها ازاي تقيمها ازاي يعني أنا شايفها حاجة مشرفة جدا الماتشاط حتى تدريجيا كانوا طالعين كويس لعب فرهتين متوسطين وفي فره أقل من المتوسط شوية بدأوا لعبوا ماتش ريال مدريد من أحسن الماتشاط أنا شايف أن النادي الأهلي كان يعني في الشوت الأولاني ند والأمور كانت كلها قريبة لو لا خطأ عبد المحمود متولي كان ممكن يطلع الكورة وحتى ديانج برضو رجعها برضو كان مفروض ما يلجعاش أو يستلم ويطلعها وحدا كان بها ديانج ده اللي هو أحسن لها في العالي الفطلات الماضية كلها أوحش واحد في كاس العالم لا وكان أوحش واحد في كاس العالم من يعني ما دمش مستوياته المعهودة يعني لأن كان في حاجات أنا مستنيها منه والقوة بتاعته وأنه ياخد الكورة ويروح الحاجات دي ما شفتاش منه في كاس العالم من اللي عجبك أوه في كاس العالم الأهلي؟ عبدالقادر حسين الشحات علي معلول عبد المحمد عبد المنعم هني يعني ربنا يحروص يعني محمد هني ما شاء الله في أحسن حالات لي والواحد مش عايز يقعد يتكلم عليه لأن في الأخر في لعبة نقعد يتكلم عليه كده وبتتصاب يعني عشان الواحد نفسه لعبة الأهل والزمالك تبقى في أحسن حالته عشان في الأخر المنتخب واللي السفاد طيب إيه رأيك في المرأة وخيبك أوفتاح لما لعبه وماتش فلمين؟ آآآآ أدو هذا كويس و و و و و و حاجة كويسة كريم أنه النادي الأهلي عامل آآآ منافسة في كل في كل الخطور مارس الكولر آآآآآآ با الزبط عمل منافسة في الخط الدفاعي ونص الملعب والناس القدام فعمل حالة كويسة جدا من خلي كل واحد مستعد كل واحد عايز ياخد الفرصة عشان يموت نفسه فدي أنا شايفه أحسن حاجة لغاية دلوقتي الراجل لعب 15 ماطش في الدوري والأربع ماطشات في كاس العالم يعني 19 ماطشات هو لعب مع السوبر والكاس يعني لعب حتى الآن لعب حوالي 24 و 25 ماطش خمسة آه بالضبط خسر منهم اتنين وتكسب وكل خسرهم ريما دلو فلمنقوي بالضبط يعني